تقنية الحفاظ على الخصوبة منها تقنية تجميد البوايدات وحفظها يتزايد اقبل نساء كثيرات على تأجيل الإنجاب لأسباب مختلفة تسمح بريطانيا ودول كثيرة بهذه التقنية المثيرة للجدل بينما تقيدها بلدان أخرى وتحصرها على المتزوجات فقط نتابع عيادات اخصاب منتشرة في عموم بريطانيا يتزايد الإقبال عليها لتجميد البوايدات بغرض الإنجاب في وقت لاحق أمومة مؤجلة مع تطور تقنيات تجميد البوايدات استقبلت مخابر التجميد إلى غاية 2021 بوايدات أكثر من عشرة آلاف سيدة بحسب هيئة الاخصاب البشري والأجنة البريطانية لكل أسبابها قد تكون موانع صحية لا تسمح بالحمل أو ببساطة قد يكون خيارا ماديا ومهانيا في تأجيل الإنجاب إلى غاية شراء مسكن لائق وتأمين وظيفة مستقرة لكن هاناليتش لا ينقصها المال ولا الوظيفة وضعها الصحي جيد أيضا سيدة أعمال تقصد عيادة تجميد البوايدات لأسباب مختلفة أدرك جيدا أنني أرغب في تكوين أسرة أردت هذا دوما لا أعرف متى سيتحقق ذلك إذا لم أقابل الرجل المناسب لا أمانع في الإنجاب لوحدي لذلك أفكر جديا في تجميد بوايدات لأكون أما مستقبلا مثلها كثيرات في بريطانيا تشجعهن عجلة التطور العلمي وتقنيات حفظ البوايدات المجمدة لفترات أطولة وبنسب نجاح تصل إلى 95% عند التخصيب عندما يتجمد الماء داخل البوايدة فإنه ينتج ثلجا وإذا تشكلت باللورة ثلجية فقد يؤدي ذلك إلى تلفها كان ذلك معتمدا في الطريق القديمة الآن مع تقنية التجميد فائق السرعة بالنيتروجين السائل نسحب الماء من البوايدات فنحافظ على نسبة إخصاب عالية جدا عندما تقرر صاحبة البوايدات استخدامها ستستخرج من حالة التجميد تخصب بالحيوانات المنوية ثم تزرع في الرحم ليبدأ الحمل على عكس بريطانيا فتجميد البوايدات ليس متاحا لكل السيدات في دول كثيرة تقنية مثيرة لجدل مجتمعي وأخلاقي لا يسمح بها إلا للمتزوجات أو لظروف صحية قاهرة تقلص فرص الحمل أو تسبب العقم بعلاجات معينة منذ مدة تخوض تيريزا شوفي بيكين معركة قضائية لمنحها الحق في تجبيد بوايداتها حقها في ممارسة الأمومة ولو في عمر متقدم في المنطقة العربية ما زالت التشريعات تتعامل بحساسية مع التجميد المبكر للبوايدات الميسورات تلجأنا إلى دول أوروبية من أجل تجميد بوايداتهن في انتظار العثور على شريك الحياة وتحقيق حلم الأمومة في أي سن كانت ينضم إلينا في السيديو دكتور أسامة صالحة السشارة بن ساء وأطفال الأنابيب لن ناقش معه أكثر هذا الموضوع أهلا وسهلا صباح النور إذن تجميد البوايدات هل يمكن لك أن تشرح لنا أكثر؟ أكيد تجميد البوايدات تقنية قديمة بقالنا أن نستخدمها في أوروبا وأمريكا يمكننا حوالي فوق العشرين سنة تعتمد على الحفاظ على البوايدة في درجة حرارة مائنس 296 درجة مجمدة في الكروت نيتروجين وتحفظ لفترات غير محدودة الفكرة منها بدت زمان أنه البنات أو السيدات لما يكون عندهم مرض راح يتعرضوا من خلاله لمواد مشاعة لمواد كيموية راح يتعرضوا منكم لإزالة جزء من المبيض كانوا بيجوا عشان ياخدوا علاجات نشط المبايض ونحتفظوا بالبوايدات هالألهم عشان لما يكبروا يتزوجوا في المستقبل يكون عندهم بوايدات هل هناك دكتور فئة مستهدفة أكثر؟ يعني فقط من يشعر بأنه ممكن أن يتعرض إلى مثلا مرض مستقبلا أو حتى يتم النصيحة من قبل الدكاترة؟ نعلم جيدا في عملية الولادة ينصح بعض الأطباء بالحفاظ على المشيمة لمدة 25 سنة للعودة إليها في حال كان هناك بعض الأمراض هل هذا الموضوع مشابه؟ بداية هيك بدت هي تجميد البوايدات كان للناس الذين عندهم أمراض وبدأهم يأخذوا علاجات ومعرضين لإعدام الخصوبة وبعدين مع الأيام صارت الناس تستخدمها للحفاظ على بوايداتها عشان إذا تزوجت في سن متأخر أو إذا كانت في سن متأخر وللسه ما تزوجت تحافظ عليها للمستقبل طبعا التقنية هي نفسها لتحقيق حلم الإنجاب بالنسبة للسيدة بغض النظر عن خياراتها في العمل والحياة الشخصية وسن الزواج إلى آخره أين تحفظ هذه البوايدات؟ إلى أي مدى هذه العملية تكون سليمة وخالية من أي شوائب أو مخاطرات؟ وهل يتطلب على تخزينها لفترة طويلة؟ ممكن تكلفة مادية مرتفعة؟ طبعا هو العلاج سهل جدا هو العلاج نحن نسوي للناس المتزوجة تعمل علاج طفل أمبوب نفس الفكرة تأخذ أبر تنشيط نتابع الإبادة نراقب البوايدات بالسنار وبعدين نسحب البوايدات الفرق بينها وبين طفل الأمبوب أن المتزوجة بيجي زوجها بيعطينا حيوانات منوية بنلقح البوايدات غير المتزوجة بناخد البوايدة هاي بنفحصها وتم تجميدها زي ما قلت لك في لكويد نايترجن نايترجين السائل في أمبولات صغيرة توضع في زي ما شفتوا أنتوا في الفيديو يعني هناك بنوك لحظ بها في عيادات الطبيب؟ لا في العالم العربي ما في بنوك هنا تحفظ كل واحدة لإلها لغرض شخصي البنوك كانت في أوروبا لتبرع بالبوايدات وهذا موضوع تاني أزل تحفظ فيه عيادة الطبيب الشخصي؟ تحفظ فيه وحدات طفل الأمبوب المتخصصة لعلاج طفل الأمبوب وجزء من الخدمات التي تخدمها أن تجمد البيضات للسيدات يا أما الغير متزوجات ستزوجها مستقبلا أو زي ما قلت لك الناس التي تتعرض لأمراض وتفقد القصوبة دكتور ذكرت نقطة بأنه ممكن حفظ هذه البوايدات لمدة طويلة جدا عملية هذه الحفظة كيف تتم هذا واحد؟ أيضا ما مدى فرص نجاح وأبقاء هذه البوايدة يعني على حالها لكل هذه المدة الطويلة ممكن أن نتحدث عن 20 أو أكثر أو 25 سنة؟ التقنيات التي نحن نحكي عليها تقدمت جدا فاحتمالات أن تتجمد البوايدة وتفضل بوضحة الجيد الممتازة التي هي عليها زادت كثير لما بدأنا في 20 سنة كانت تقنية التجميد وطريقة التجميد كانت شوي أسوأ من الحالي الآن نحن في عنا تقنيات جديدة ومواد جديدة تستخدم في التجميد أدت إلى الحفاظ على وضعية البوايدات في وضعية الممتازة وخروجها من التجميد واستخدامها كما كانت علي يتم التجميد لفترات غير محدودة يعني ممكن يتم اتفاق بين الوحدة والسيدة قد يبدأ تجمد بوايداتها طيب ولكن هذا أيضا يعني يعتمد إلى الحاجة إلى التجميد يعني في أي سن تبدأ المرأة بتفكير بتجميد بوايداتها؟ هلأ في عنا نقطة أخرى أنه في عنا سيدات صغار ممكن يكونوا في العشرينات وعندهم مخزون للإباضة ضعيف يعني مش لازم تكون الستة كبيرة وعندها مخزون للإباضة ضعيف ممكن أن يكون فيه سيدات صغار في العشنات أو التلاتيات طيب إذن هل النجاح مضمون في تحقيق حمل حتى لا يحدث؟ يعني خيبت أمل بعد أنتظار السنوات طويلة؟ طبعا ما في شي مضمون حتى علاج طفل الأنبو في أحسن الأوحات مش مضمون بس أنت اللي بتعطي الستة أنه عندك فرصة حاليا أنك تجمد البوايدة وتحترص فيها على المستقبل أنك لما تتزوجي تستخدميها وتأكيدا عضلا دكتور هل أيضا النجاح مرتبط بالعمر؟ يعني ذكرت وعد بأنه ممكن أن تكون السيدة والفتاة في عمر مبكر أم يفرق إذا كانت في عمر متأخر نوعا ما؟ أحنا المهم بالنسبة أنها جودة البوايدة الآن العمر مرتبط بالجودة لكن ليس بالضرورة لأنه كنت أقول لك أن فيه بنات صغار يكون عمضة مخزون الإباضة ضعيف مع أنه عمرهم في العشرينات بس المخزون الإباضة يساوي واحدة عمرها في الأربعين وممكن أن يكون واحدة في الأربعين مخزون الإباضة ممتاز جدا أحسن واحدة في العشرين فنحن نحكي لتجميد البوايدات للناس الذين عندهم مخزون إباضة ضعيف حتى لو لم تكن عمرها كبير أو لو واحدة لسا ما تزواجت وتفكر أن تحتفظ بالبوايدات للمستقبل الجودة ستظلها زي ما هي سيتم استخراج البوايدات لما تتزوج ويأتي زوجها ويستخدام الحوالمانوي وتلقيح البوايدات دكتور هل هناك أقبال على تجميد البوايدات في العالم العربي؟ حاليا بقالنا خمس سنين في قطر وصرنا عاملين حوالي عشر أو عشر حالة لأنها الفكرة بدأت حوالي خمس سنين أو ست سنين في مصر كانت أول حالة التي سووها وواحدة طلعت من الناس على التلفزيون وقاعدت والناس صرت تسمع عنه وتيجي هو غير ممنوع شرعا مقبول اتفاق بينها وبين الطبيب طبعا في ناس يكونوا عائلاتها عرفة وموافقة من عائلة فما في شيء غريب في الموضوع صحيح لكن يبقى موضوع الأمان والمحافظة عليه في هذه النقطة سألتك وعد قبل قليل عن موضوع التكلفة دكتور تحديدا بأنه ممكن أن تستمر كما ذكرنا لمدة سنوات طويلة هل هو مكلف؟ غير مكلف بالنسبة لأننا نحن متدفع 2500 ريال للسنة للسنة الواحدة للسنة الواحدة لحفظ البويضات في التجميد فكل سنة إذا تظلها عند البويضات تتواصلوا معها بقولوا لها عندك تجديد لكمان سنة وبتدفع المبلغ فمبلغ قليل يعني مش أنه إذا تطلع عليه كفرصة حمل وكفرصة حدوث أسرة وزواج عدد مبلغ قليل جدا دكتور بالنهاية تجميد البويضات هو عملية طبية وتحتمل مخاطر ومضاعفات ربما قبل أن تتخذ المرأة قرارها ما هي المعلومات عن المخاطر التي يجب أن تعلم بها؟ هو في النهاية علاج رح تأخذ أبر هرمونية منشطة رح يتم متابعة الإباضة عن طريق السنار وتحليل الدام ورح يتم سحب البويضات زي ما يتم سحبه في علاج طفل أمبو وتجميدها نسبة المخاطر تقريبا معدومة لأنه أنت أبر هرمونية تأثيرها مؤقت رح ينتهي تأثيرها بانتهاء العلاج العملية بتأخذ عشر دقائق أربع ساعة تخدير بسيط نسبة المضاعفات فيها قريلة جدا فتعتبر شيء يومي ممكن تفوت الصباح على الساعة 12 الظهر تكون في البيت فما بدأت تفكر في أشياء صعبة وتصير هي غالبا ما تصير فالعملية سهلة جدا وما فيها أي مشاكل شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة صالحة استشاري طب نساء وأطفال الأنابيم كنت معنا هنا في الأستوديو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك